برضو يمكن جماهير دي كرنس سعيدة سعيدة بايه؟ سعيدة بنجاح التجربة اللي يمكن بدأها المهندس الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادي كرنس مع الكابتن حسام عبد العال حسام عبد العال أحد عيقونات نادي كرنس يمكن حسام بقاله فترة المهندس خضر إبراهيم بيجهزوا حتى تولى الإدارة الفنية أو على رأس الإدارة الفنية لنادي كرنس واحد يسألني حسام عبد العال تولى الإدارة الفنية على سبيل الصدفة أو بمثابة صدفة في نادي كرنس أقول لك لا المهندس خضر إبراهيم كان مقتنع بقدرات كابتن حسام عبد العال من سنوات طويلة سواء كمدير كرة سواء كمدرب عام سواء كلاعب في نادي كرنس ثم أخيرا نجحت التجربة بتولي المدير الفني لنادي كرنس عمل تجربة رائعة جدا جدا نادي كرنس استغنى عن اللاعبين أصحاب الأرقام العالية في العقود وتعاقد مع بعض اللاعبين اللي زي ما احنا بنقول يعني نفسهم لعبوا كرة وظهروا بشكل كبير جدا مع تصعيد مجموعة من الناشئين الرائعة جدا في قطاع الناشئين داخل نادي كرنس عمل منظومة كروية رائعة جدا جدا بالإضافة إلى بيع بعض اللاعبين أصحاب العقود العالية بأرقام مادية واخد الأرقام المادية سرب بها على قطاع الناشئين وتعاقد بها مع مجموعة من اللاعبين وحط الكابتن حسام عبد العال على رأس الإدارة الفنية بعد يمكن وجود الكابتن حسام عبد العال داخل الأجهزة الفنية المختلفة اللي تولت طبعا فريق دي كرنس خلال السنوات الماضية واحتفل الجماهير دي كرنس باللعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام عبد العال وتصدره مجموعة الثالثة مجموعة بحري بالتساوي مع نادي حرس الحدود رغم أن حرس الحدود يمكن فارق الأهداف في مصلحته لكن نجح نادي كرنس أن يضع نفسه مع حرس الحدود متساويا معه في النقاط متقدما على أندية كبيرة لها باع كبير جدا جدا في مجموعة بحري والأسكندرية والدلتا زي نادي الأولمبي اللي كان متصدر لأسابيع طويلة منذ بداية يمكن هذا الموسم زي بلدية المحلة برضو يمكن بشكل كبير جدا